السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? اهلا بيكم معايا النهاردة وفيديو جديد ان شاء الله النهاردة هنعمل كده زي ما انتش شايفين طواجن يفتح النفس وهو طواجن اللحمة بالبصل. مكوناته سهلة جدا وكمان طريقته حلوة قوي. يلا بينا عشان نشوف مكوناتنا كده من البداية. ونبدأ معاكم كده ونقول بسم الله عندنا هي دي مكوناتنا. طبعا عندي اللحمة انا سلقة لان هي كانت كبيرة شوية. لو في لحمة صغيرة ممكن نعملها ناية ما فيش اي مشكلة. وعندي طبعا اللحمة مقدارها نص كيلو. كمان البصل نص كيلو. وعندي كمان طماطم متقطعة وكمان فلفل متقطعة. وعندي بقى فصنطوم كده ما قطعوهم برضو عشان يدوا نكاة حلوة للطواجن بتاعي. بعد كده نبدأ نجيب بقى طاصة على النار ونحط فيها حبة من الزيت كده. وبعد كده بقى بعد ما الزيت يسخم معايا حلو. نبدأ ان احنا نجيب البصل بتاعنا وننزل به كده على الزيت علشان البصل آآ يتشوح كده تشويح حلوة وبعد كده نبدأ ان احنا نحط بقى المكونات بتاعتنا. طبعا هنقلب البصل تقليبة كويسة كده. اول ما البصل بتاعي يدبل كده ننزل باللحمة عليه ونبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض كده لان انا عايزة اللحمة تتشرب من البصل عشان تاخد الطعم المسكر الحلو بتاع البصل. بعد كده نجيب بقى فصن الطوم اللي معايا وننزل بيهم كده. وكمان نجيب الفلفل اللي احنا مقطعينه برضو ونحطه على الطاجم بتاعنا كده. وكمان الطماطم. كده حطينا كل المحتويات اللي معايا. هنبدأ ان احنا نقلبهم بقى على بعض كده. ونخلي اللحمة بتاعتي تتشرب من كل المحتويات الحلوة اللي احنا حطناها عليها كده. علشان تدي طعم احلى كمان لللحمة بتاعتنا. بعد كده بقى نكون محضرين البهارات او التوابل بتاعتي. طبعا البهارات هي البهارات العادية اللي موجودة عندك في البيت. الملح والفلفل والكمون والكسبرة والزنجبيل وكمان سنة قرفة. ولو في سنة شطا حمرة برضو هتدي طعم حلوة جدا للطاجم بتاعي. وهنقلب بقى كل المحتويات كده مع بعض. علشان آآ تتبل كده معانا. وبعد كده هغطيها علشان انا عايزة اللحمة تتشرب من كل المكونات دي. وبكده يكون طاجن اللحمة اللي معايا جهز مش فاضل غير اني ادخلوا الفرن ياخد وش كده. آآ وبعد كده زي ما انتم شايفين جيبنا الطاجن اهو هننزل بقى كل محتويات الطاجن اللحمة بالبصل بتاعنا في الطاجن وهنسويه كده. وبعد كده بقى نجيب ارنم فلفل حلوين كده ونحطهم على الوش جدوا شكل جمالي للطاجن بتاعنا وهندخلوا الفرن على طول يدوبك ياخد لون كده حلو زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله تلاع شكله حلو جدا اللهم بارك وخد لون جميل جدا من على الوش. غير كده ان كل محتويات وطبعا احنا متأكدين مية في المية ان هي مستوية آآ مش هتشد معانا خالص زي ما انتم شايفين بصوا اللحمة تفتح النفس جدا اللهم بارك. جربوا الطريقة ان شاء الله هتعجبكم جدا وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة